أكد وزير الخارجي سامح شكري رفض مصر القاطع لسياسة لي الحقائق والتناصل من المسئولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي مشددا على أن إسرائيل هي المسئولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا جاء هذا التصريح تعقيبا على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسئولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة واعتبر وزير الخارجية السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائق الشاحنات لمخاطر محدقة هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مناطق متفرقة بقطع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مناطق عدة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة أسفر عن سقوط شهداء ومصابين كما استهدف قصف إسرائيلي جنوب مدينة رفح الفلسطينية ومخيم جباليا شمال قطاع غزة ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا شرقي مدينة رفح الفلسطينية كما استشد أربعة فلسطينيين وأصيب تسعة آخرون في قصف منزل شمال مدينة غزة أعلنت الأمم المتحدة أن 56% إلى 60% من ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من النساء والأطفال وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستين لينماير في مؤتمر صحفي في جينيف إنه تم التعرف على هوية 25 ألفا من الشهداء تضاف إليها 10 ألاف لم تحدد هوياتهم حتى الآن تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف على طول الحدود وأوضحت مصادر لبنانية أن غارات إسرائيلية استهدفت حزب الله في عيد الشعب وكفكلا بجنوب لبنان كما أعلنت دفاع المدني اللبناني مقتل شخصين بينهما قيادية بحزب الله وإصابة آخرين إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة يصور جنوب لبنان من جانبه أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي إسرائيلي وإصابة خمسة جنود إثر استهداف حزب الله للجليل الغربي دعا مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التكتل إلى بذل المزيد من الجهود نحو إقامة دولة فلسطينية وفي تصريحات له خلال زيارته لولاية كاليفورنيا الأمريكية وجه بوريل مجددا انتقادات حادة إلى العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة مضيفا أن الفلسطينيين في القطاع يموتون ويتدورون جوعا ويعانون بدرجات لا يمكن تصورها معتبرا أن ما يجري هو كارثة إنسانية أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بحزمة أسلحة جديدة مخصصة لإسرائيل بقيمة مليار دولار يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقد ضد مشروع قانون المساعدات الأمنية لإسرائيل إذا أقره الكونغرس وأوضح البيت الأبيض في بيان أن الولايات المتحدة ستضمن دائما ما تحتاجه إسرائيل للدفاع عن نفسها مشيرا إلى أنه من شأن مشروع القانون أن يقود قدرة جو بايدن على تنفيذ سياسة خارجية فعالة ترجمة نانسي قنقر